أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الخميس عن تنصيب خلية مركزية على مستوى الوزارة على أثر التقلبات الجوية الأخيرة التي مست عددا من ولايات وسط وشرق الوطن كما تعنى الخلية المركزية بمتابعة متواصلة لتطور الوضعية وضمان التكفر السريع بمختلف أو بمخلفات هذه التقلبات وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمصالح المختصة وفي إطار متابعة مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتيئة العمرانية في بيان لها عن تسجيل حالتي وفاة رحمه الله ويتعلق الأمر بكل من الطفل البالغة سبع سنوات المفقودة ببلدية بحشانة بولاية قلمة والتي تم العثور على جثتها بعد أن جرفتها المياه على بعد خمس كيلومترات من البلدية مقر إقامتها وكذا طفل يبلغ من العمر تسع سنوات والذي توفي ببلدية خمسة بولاية تيبازا متأثرا بجراحه بعد تعرضه لانهيار جدار المنعب الجواري كما تم تسجيل تضرر عدد من المنازل والبنايات والمرافق العمومية لسيما بعض الهيكل التربوية على إثر تسربات المياه وارتفاع منسوبها فيما تمت إعادة السير العدي لحركة المرور بعدد من الونايات بعد استكمال عمليات امتصاص المياه من المسالك والطرق المغمورة من طرف المصالح المعنية وضف البيان أنه تواصل الهيئات والمصالح المختصة تجندها الميداني عبر مختلف الولايات المعنية إلى غاية العودة الكلية للوضع الطبيعي اشتركوا في القناة